طبعا مساكم الله بالخير يعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة لوكي اينو بس اليوم اشوفك هاتمين بس فلوكي برامز بلوكي بسعر صفر فاصل اربعة اصفار ثلاثة ثمانية سبعة سبعة طبعا ماركت كاب ثلاثمية مليون تقريبا برانك اميو ستة وعشرين بوليم يومي ثلاثة وعشرين مليون طبعا الفوليوم وايدز ضعيف يعتبر طبعا هذي قناتنا في اللي تابعنا اول مر يا مرحبا بك قناتنا مهتمة بالاخبار ونحط تحليل العملات وعدنا تحديث على تحليل بيتكوين بشكل دام وعدنا خدمة ادارة الحساب اللي تديرها من خلالك طبعا هاي صفقة احد الشباب ما شاء الله ربحان ستة واربعين الف دولار من خلاص صفقة وحدة طبعا في خدمة ادارة الحساب مرة حياك وشوف الصفقات عندنا واحد هنا واحد من شباب ما شاء الله اربعة واربعين الف دولار من خلاص صفقة واحدة أكلم في خدمة إدارة للحساب المهم لونيشوف هذي عملتنا في عملة الفلوكي إنو لونيشوف العملة طبعا بعد أتوقع هنا هذا الخبر هنا ارتفعت العملة بعد ما اندرجت في بايننس صار فوليوم حلو وارتفعت ارتفاع تقريبا يعني كان جيد نوعا ما ومن بعد ذلك كان كسر للترند الهابط اللي من متى العملة تمشي فيه وعطتني عدت اختبار مروا مرتين ونجحت العملة حاليا فالحين في صعود بشكل عام يعني حتى يسا شوف الديفرجنس لا ما في دايفرجنس ما في اي مشكلة الشكل المثالي في خلنا نروح نشوف شمعة الاربع ساعات مبدئيا سوي كذي يعني انا نشوف العملة حاليا كانت خلنا نحط ترند آخر يعني شوف هني العملة يستنشب ترند حتى صاعد يعني يستصعد حاليا انا هذي ليس اشوفها رغم انه يعني تمشي اشوفها بشكل موجي صاعد شيء هذا يعتبر صعود قوي لين ما نشوف بومب وفوليوم قوي في العملة يعني نشوف الفوليوم جدا ضعيف في العملة جدا يعني شوف 23 مليون ولا شي يعتبر لي عملة مثل هذه العملات الميم كوين لانه في عملات اليوم برزت فهذا السبب ان نشوف العملة هذي تمشي بهذا الشكل المهم فكسر لترند واغلاق ادنى يعني هبوط العملة ممكن لين لترند لغاية هذي السعر يعني ممكن تنزل العملة لغاية صور فاصلة 40288 السؤال لحوال تنزل الى صور فاصلة 40285 ملوين حلوين مبدئين تعرفون صفقاتنا بتكون لونغ على حال الصفقات المعتادة بنحط هدف اول يعني انا بالنسبة لي بعد كسر للترند ويعد اختبار بيكون نموذج ايجابي طبعا هدف الاول طبعا ندخل الحين هدف اول بيكون على السعر 0.4047 هدف ثاني بيكون تقريبا على 0.4058 هدف اخير بيكون تقريبا 0.40766 حلوين حلوين انا شوف العملة مبدئيا هدفها في القريب العاجل المبدئيا اتوقع راح يكون لغاية الصفر فاصلة 301 انا بالنسبة لي هذا ارتفاع العملة القادم يعني الجريب وانا العملة الصراحة اتوقع لها ارتفاعات جدا حلوة وجدا جميلة في القادم يعني اتوقع ان العملة ممكن توصل لغاية اللي هو الصفر فاصلة ثلاث اصفار تقريبا تقريبا اشوفها لغاية الستة ثلاث اصفار ستة توقع حتى اذا مش اكثر شوي وانا عرف الشباب يعني حتى بالكثير يعني بالكثير صور فاصلة ثلاث اصفار سبعة تقريبا انا بالنسبة لي وانا عرف السؤال الاغلب هل العملة هاي ممكن توصل دولار انا بالنسبة لي لا يعني عملات الميما ما يصل ان دولار الا اذا صار حرق في الكميات في يعني لو نيشوف شو الكمية هاي شو هالرقم الفلكي بòngك في الماركت كاب روحها كقيمة سوقية يعني هذا نحتاج أنه روح يكون حق العملة هاي عشان توصل دولار هذا النيل نزل يستوي بس ما يستوي مش منطق هذا إلا لو صار حرق كبير في العملة ممكن نشوفها الدولار حرق مش طبيعي يعني يقولون حرق على التداول 5% من العمولة مثلا اللي تروح تروح للحرق شذي ممكن ممكن نشوف 1 دولار غير شذي انسى يعني مثلا العملة الوحيدة بأمانة اللي أنا أشوف وهي العملة الوحيدة اللي تشتغل على حرق جسبة كبيرة بين وبين اللي هي لونك لسك مع أنه أنا يعرف أنه فريق نصاب وشو ما كان يعني يتذبون عن ناس وهدفها مش هدف ما في مصداقية يعني أنا بالنسبة لي كيك عملة عملة إذا ثبتوا على الحرق إذا صدق حطوا حرق وثبتوا عليه أنا أقول العملة بتروح إلى ما بعد الدولار يعني إذا كان صدق صدق في حرق مو باستهبال على الشعب يوم حرق لا بل يوم بنحرق باتر لا اللي بعده بنحرق اللي بعده لا فتذينك وخلصنا يعطيكم العافية ومفجي خير ترجمة نانسي قنقر